اهلا بكم في الحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش بقيادة الولايات المتحدة أن المعركة لا تزال مستمرة في سوريا وجميع أنحاء المنطقة رغم التقارير التي تفيد بانتصار روسيا ضد إرهابي داعش وأضاف نائب قائد العمليات استراتيجية والخاصة بالدعم في التحالف الجنرال بريطاني فليكس جدني في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن المعركة مستمرة ضد إرهابي داعش الذين لا يزالون يشكلون تهديداً للشعب سوريا والمنطقة يلتقي منتخباء قطر والبحرين مساء غد الجمعة على استاذ جابر الدولي في ختم منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربية الثالث والعشرين لكرة القدم في مواجهة حاسمة نحو التأهل للدور قبل النهائي من البطولة ويحتاج الأحمر البحريني إلى نقطة واحدة لبلوغ الدور نصف النهائي من البطولة في حين يحتاج العنابي القطري إلى نقاط المباراة الثلاث لحجز بطاقة التأهل للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة دوت كام ترجمة نانسي قنقر